لم يكن لها في يوم أن تمارس خطابها بلا قمع ولم يرد للعاملين في مجالها أن يخرجوا من دائرة الاستهداف اليومي الممنهج الصحافة اليمنية واقع آخر لأرقام مهولة تحكي عن مسيرة قتل وتعذيب وإخفاء قسري خلف تلك السجون المظلمة ومن كان محظوظا من الصحفيين وجد نفسه منفيا خارج بلاده فبعد مرور عامين على حرب أتت بعد انقلاب على كل خيارات الشعب ومحاولاته في الانتقال إلى دولة الحقوق والحريات كان للصحافة نصيبها من هذه الحرب أيضا وأمام قمع يومي ما تزال أرقام الانتهاكات بحق الصحفيين في تزايد لعل آخرها ما رصدته منظمة صحفيات بلا قيود عن 208 حالات انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال العام 2016 بينها تسع حالات قتل موضحة أن هذا العام كان الأسوأ بكل المقاييس في حق الصحافة اليمنية منذ عقود تيسير السامعي صحفي آخر يقاسي تبعات الانتهاكات حيث أكدت مصادر أنه يتعرض للتعذيب المستمر وأن حالته الصحية أصبحت سيئة داخل سجون تحالف الانقلاب في العاصمة صنعا نقابة الصحفيين أدانت هذه الانتهاكات المستمرة ضد الصحافة وحملت الحوثيين وصالح كافة المسؤولية عما يتعرض له الصحفيون وطالبت بالإفراج عنهم ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج كل هذه الانتهاكات جعلت منظمات عديدة في وقت سابق تصنف جماعة الحوثي كثاني أكبر جماعة بعد تنظيم داعش تحتجز الصحفيين في العالم واقع سوداوي إذن عصف بكل أشكال الحقوق والحريات في اليمن وفي ظل سوداوية هذا الواقع يبقى السؤال متى تعود للصحافة اليمنية اعتبارها